كده زي الفولية شكرا يا كابتن على المدخل وانت قالو قالو خط قطع كابتن علي ازمة التسنين كيف تم اكتشافها وتصريحك الصارخ بالامس انه اللعيبة مولد 2009 تم اكتشاف 60 من 70 هل ده كان مجازا ولا حقيقة لا ما تمش ما تم اكتشاف 60 اللعيب احنا انا قلت يا كابتن بعد اللي شوفناها في 2008 لان طبعا واضح جدا ان في في حاجات غير طبعية في الدور الناشية في حاجات غير طبعية كابتن بدر رجب دخل معاك قال لك احنا بتشوف حاجات نعم وبقى الموضوع عادي نعم يعني بقى الموضوع عادي وكلام دي انا بقوله من سنين يعني انت بتؤكد على كلام الكابتن بدر رجب اه طبعا نعم طبعا في حاجات غير طبعية فيه صور جيالي دلوقتي بيلعبوا 2009 مش ممكن انا بدقون يعني في الهاتف 2009 بدقون انا لما جبت الجهاز تمام اه قلتلهم يا جماعة ايه الاخبار عندك بعد حصل الدوشة بتاعت 2008 قلتلهم طبعا شاكين بس النعم اه قلتلهم طب كويس ده سمحتوا انا عايز ده الجهاز ده كابتن حسين عبداللطيف يا فنم ايوة تمام لما اتفاقت مع الوزرات الصحة ان احنا لازم بليها دور لان انا بش هتقوم لوحدة كابتن احمد بس انت الاسمية الدكتور خلال عبدالغفار يعني كانت الاعدة معها اكتر من ممتازة وعرض كل المساعدات كل المساعدات قال لي احنا لازم نعمل ولازم ولازم وعلى فكرة بينه تخطيرة جدا كان معايا بان لازم يكون في موقف شديد اللهجة مع الناس دي ده خير بقى لما لوديد يقول لي كده قال لي لازم لازم نتعرف ان الموضوع بسهل نعم تمام واحنا بش هدين نعمل كده للاسف يعني المهم طلبنا من اللعيبة دي كلها الاسم الرباعي واسم والدة كل اللعيب رباعي نعم وهنوديها بزارة الصحة وهيشوفه السن وهو قال لي حتى يعني حتى لو طلع الاسم سليم والقراءة سليمة وحنا شاكين منستشفيات الدولة هيحددها نعم اللي هو هيساعد حتى بكل الاخليم قال لي بكل الاخليم هيبقى فيه منستشفيات تابعنا هلو قوي هل تم بالفعل الغاء المنتخب ولا الغاء معسكر المنتخب؟ العقم عسكر واحد فقط لغير لان انا بعد اللي شوفته دي كابتن احمد انت بتتكلم في عشر لعيبة لو جينا قلنا الهيكل الاساسي بتاع الفين وثمانية اربعين لعيب انت بتتكلم في خمس وعشر في المائة لعيبة نعم صحيح هذا ماشر خطير جدا نعم يعني ده ده منتخب منتخب مالبقى في الفرق في كل في ايه انت مديرا فنيا للاتحاد يعني شغلك يتبع الاتحاد تمام هل قبلغت اتحاد الكرة وايه كان رد في علوم خاصة لانه الناس اندهشت ان الولاد نزلوا لعبوا عادي معا ديتهم نزلوا لعبوا انا عاربت وقلت يا جماعة لازم طلو اتجالنا الموضوع اه لان كان فيه موضوع مصبخ لما انا انطلعت وقلت لأ في حالات تزوير وانا لما اقول حاجات اما اقول حاجة محدش يغلطني فيها نعم تمام انا قلت يا جماعة لازم يبقى فيها عقوبة تمام على اللعب وعلى النادي وعلى الادارة بتاع الفرق نعم تمام لان الموضوع ما مرش مرور الكرام يعني ما يعني ايه انا اللعيب يبقى طالع مغور ويجي يقول لك يلعب في السنة الاكبر بتاعه يا سلام ثم ان دا يقول لها تبقى تلعب باللعب وعلى دا لما تشوهم يلعبوا بقى في السنة الاكبر وخلاص كل اللعب طيب قلت لهم لازم نازم الاولى لازم النتائج تتشطب كل لعب لعب ماتش فيما عنا دي نازم النتائج دي تتشطب ادي واحد المرة اتنين لازم يبقى فيه يتوقفوا لاخر السنة وبعد كده نشوف يلعبوا في مرحلة سنية لكن لازم يبقى فيه عقوب بص يا كابتن انا الحقيقة جالي تليفون من حد انا اصخ فيه جدا قال لي كابتن الموضوع شوية في بعض اللغط لانه فيه ولاد مسننة ثلاث شهور اربعة شهور ولاد ما يعرفوش وبالتالي من الظلم ان احنا نوقع عليهم عقوبة نمرة اتنين قالوا انه الامر قد يكون غير مؤثر انا بس لازم انقلك وجهة نظر الطرف الاخر لانه ده مهم جدا قد يكون غير غير مؤثر على الاطلاق وبالتالي حيكون ظلم برضو انك بتوقف لمدة ليست بالقصيرة وبتحرمه من يلعبه مع مراحل سنية اخرى بصة كابتن احمد نعم فيه فيه نقطة مهمة جدا برضو حضرتك انت عشان كنت بتحده الكورة وعارب كواس او نعم انت كابتن مدير فن التحاج او اي مدارب او دي مدير فن فرقة مم فيه جواب بيطلع لأي نادي عليه امضت المدير الفني او باسمه مدير فني معتخبش باسم الاتحاد الاتحاد طبعا بس كده مم انا اقول يا جماعة واحد اتنين تل مم بس فانا قلت يا جماعة لازم اللعبة دي تتويف لأول السنة مم تبات لما شوف الدنيا ايه ده ده حاليا نعم والنتايج كلها تتشطب اللي لعبوا فيها تمام والإداري يبقى عليه غرامة ووقف السنة الجاية هيبقى حاجات اقوى بقى الاندية وعدم خيط بعد اليدواة وخش براحل السنة اللي حصل اللي ما فيش حاجة تعمل حدو شط عليك يعني بعتوا للاندية من اسبوع ان اللعبة دي مقوفة لحين لما نقول لكم يلعبوا في برحلة النية يعني اوقفوا اللعبة بشكل مؤقت دلوقتي بشكل مؤقت بس كويس طب ما ده تحرك جيد بطبعا بعد حوار شديد يعني وماذا عن المباريات اللي لعبوا فيها انا بقول لازم النتايج تشطب لازم لازم فيه خوبة كابتنا هل ده طلب هل ده طلب رسمي هل طلب رسمي حضراك طلبته اه طبعا هل النادي الاهلي بس اللي بيشتكي ولا فيها ندية تانية كابتنا علاء هو زد بتقريبا نقدمهم بها لحوارات زد نعم ها يعني يعني مضوع كابتن انا كابتن كنادي انا اللي بيزعرني ها كابتن احمد نعم الاندية بتحاول اللي هي بداخلين في معارك مع بعض وهم معاركين كواس قوي اللي اللعيب ده بالسليم صحيح ويبضلوا يعني يدافوا على اللعيب انت بتاعمل تقول ايه طيب نفسي نادي يطلع اولا جماعة اه فعلا احنا غلطة تسجينا الولد ده لا 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 علاء ما تزعلنش منك لا انت اللي غلطان دايما طول الوقت لا لا انت طيب هل ماشي سؤال وما تزعلش من سؤالي يعني البعض بقول علاء نبيل لانه عمل في زد فترة ليست بالقليلة وارتبط بزد وانه هذا الامر اصلا بيعمله من اجل ارضاء زد ومعه كمان النادي الاهلي اه النادي اللي اشتغل فيه والنادي صحب الشعبية الاكبر وطب المقولين ايه اه طب المقولين عبدهم لعيب نعم ايه المشكلة يعني ممكن مراحل السنية ثانية بقى فيها النادي الاهلي فيها زد وها والحالات كلها نعم نعم لما انا سامعت ان باروح انت بقول يا جامعة مش عشان النادي الاهلي هتقولوا اللي انا بعمل انا احنا بنعمل حاجة لبلدنا احنا بنعمل حاجة لبلدنا صحيح حكبتين احمد اللاعيد وانت واقف كده بتعرف بالضبط ده موليد كيام اه طبعا بالخبرة اه طبعا لا وانت كمان عشان اشتغلت كتير في خطاعات النشقين في المقولين وبعدها بزده والمنتخبات وكده فانت عندك فكرة كويسة انا اسأل اسأل سؤالك بساحة ضدها على سؤال ده هو ان عارض انا مفيش حالة في ضد الايه ام اولا انا وانا اما كنت في المقولين وبزد لفترة تمام انا كابتن اللاعيب اللي بشوفي فيه ام بوقع بجيب الاداري وبيخليه يكتب اقرار ان هو الاوراق تليمة وهو مسؤول جنائيا على اي حاجة نعم وبيجيب صورة الوالد اول ما بلقيه بيجيب وراه بعرف اللي الولد ده بزور ام تمام انا عندي وسائل كتيرة اقدر احكم بيها اللاعيب ده مزور او صحيح اعمل ايه صحيح لكن العملية يعني سعيبة اذا انا النهاردة جالي السورة كابتن مطس اا 2009 بيقولي لي تخيل كابتن مطس ده والله العظيمة كابتن مطس 2005 قالو لي والله كابتن 2009 2009 واحد بزاق له بيلعبه ورجليه بالفراشة قدية هي جمعة ده ممكن ربنا ببريكله في الصحة شوي على اعمل ليه بس الله شر البلاية ما يضحك علاءة هل فعلا بتفكر تمشي من اتحاد الكورة ولا هزا الكلام كله اشعاط لأساسها لها من الصحة لا بفيش انا بستسلمش انا عارفة كابتن انا بخش في الحديد يعني انا بستسلمش يعني ام تمام انا انا الناس اعارفة كواس قوي القضية لنا المتبنية انا جابت من الساعة ما روحت بامانة يعني انا مطحون مع رخص المدربين ومع السورة النسائية ومع متابقات الناشيين وحاجات كتيرة جدا تمام ولما تعملت الاشعاع دي الحمد لله ربنا اكرامنا اللي احنا عمنا انه بممكن بروح ننسل يعني احصلنا حاجة مش كويسة لا صحيح لكن انا ما بستسلمش يعني لكن لو لقيت وقدمني خلاص يعني هانت هانت